شِمَابُوا وُبْرُوا فَدِشُوا حَظَظُوا شَرِيرُوا آمين اليوم إنجيلنا أحبائي من إنجيل متى البشير صحح الرابع ويقول وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعَ النَّا يُحَنَّا أُسْلِمَا انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وَأَتَى فَسَكَنَا فِي كَفْرَ نَاحُوم الَّتِي عِنْدَى الْبَحْرِ فِي تُخُومِ زَبُلُون وَنَفْتَالِيم كان بهالنص عم يحكي على اختيار التلاميذ وبعدين تبعوه وبعدين يحكي لنا على يوحنى المسجون وكيف المسيح انتقل فيما بعد إلى هذه المنطقة زبلون ونفتالين يوحنى ليش كان بالسجن كل منعرف لأنه شهد للحق وكمان مائب الأخلاقيات هيرودوس أنه كان بدي يأخذ مرت أخوه لسه أخوه عايش كمان يعني كان عم بعمل شيء أكبر من الخطيئة يوحنى كان هدفه كله أنه يوصل المسيح للآخرين لذلك الآية التي ذكرت عنه أنه سيعد الطريق للمخلص اليوم إذا فكرنا وكنا مكان يوحنى المعمدان وكنا بالسجن لأنه شهدنا لشخص والشخص الذي هو المسيح له كل مجد يروح على منطقة تانية عند البحر ويكمل شغله وما بيخرج ويحنى من السجن عادة إذا كنا مكانه ليحنى ممكن يخطر لنا أنه يسوع المسيح ما سأل فينا وراح يعمل معجزات وتركني مرمي بالسجن أنا اللي حضرت له شعب كبير شعب يخدمه شعب يكون جاهز لإله لو يوحنى فكر بهالنظرة البشرية كان ما قدر يجهز طريق للمسيح والخلاص اليوم يوحنى نرى أنه فكر بطريقة مقدسة أنه حتى تلميذه اللي أجزروا فيما بعد ما قال لهم ما بلش يعاتبهم على المسيح إنما روح قال لهم وخلى نظرهم على المسيح قال لهم روحوا يسألوه وبلش يقول لهم المسيح أتيت ليخلص وأشفيه العميان يشوفه وقدروا يفهموا تلاميذه تبعوا المسيح فيما بعد ويوحنى قطع راسه اليوم يوحنى بيقولنا بحسب إشعياء مثل ما قال إشعياء لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم يقول الرب وأفكاري عن أفكاركم اليوم يوحنى عن بعلمنا أن طرق الرب بعيدة كلياً عن طرق البشر السامرية يمكن أن تفكر وتقول المسيح على البير تقول له لماذا أتيتني بعد سادة الزوج بعد أن أزوجت خمسة المشلول يمكن أن يقول لسيد المسيح لماذا أتيتني بعد 38 سنة يوحنى يوحنى يمكن أن يقول نفس الكلام ولكن اليوم يوحنى يعطينا درس السامرية يعطينا درس المشلول يعطينا درس لأن عادة نسأل سؤال لماذا شربنا كان يأخذ ثلاث تلاميث فقط معه لماذا لم يأخذ الـ 12 أخذهم لما أحيى البنة أقامة أخذهم على الجبل بالجثماني لما كان المسيح يعرق دمه وعرق كانوا هم تسعة بعيدين ثمانية بعيدين وثلاثة كانوا موجودين لأن يهودا لم يكن موجود والثلاثة نفسهم كانوا أقرب لإله لماذا هذه الثلاثة اليوم نحن ممكن نفكر كثير أفكار ولكن اليوم إذا ربنا سمح يصير معي شيء بحياتي أزجن بخوف يكون عندي خوف متملكني يكون عندي شخص يتصلط علي يكون شخص يضايقني يكون روح إبليس يضايقني كمان يكون عالم يخليني أنزل يكون عندي مشاكل مالية يكون عندي أي أمر كان اليوم نحط نفسنا مكان يحنى أنه شهد شهادة الحق حتى لو كلفت وقطع راسه حتى لو كان هو بالسجن وتعب جدا نحن أقل شيء نزعل فورا عندما يرى شخص زرنا فلان وما أجزارنا يوحنى ما أعمل هكذا إنما قال لهم لماذا رأيت بعض الناس عندهم هذه المحبة الحلوة أنه فلان ما زرني أنا لا أفكر الذي يزور يأخذ منفع على إله لا يزور هو يخسر وهذا التفكير أحسن بعد ولكن يوحنى أعطانا فكر أفضل طاعة حقيقية لله القدوس لما السيد المسيح اختار التلاميذ لما الله اختار يوحنى قبل أن يأتي ويتجسد اختار أشخاص هالأشخاص جهزهم لأنه عارف طبيعتهم ستكون قادرة تخدم ملكوت الله لا أختار أي شخص اختار من التلاميذ أشخاص مختلفين يهودا كان يذهب عن جماعة يعني يأتي مثلا مع المسيح يحتفل معه يرى المعجزات مثل يأتي على الكنيسة وبعدين يذهب عن جماعة ضد الكنيسة ويقعد يتحدث معهم أشياء التي هي ضد الكنيسة ويأتي على الكنيسة ويصلي عادي كأنه لا يوجد يرى أبونا يتحدث عنه ويأتي عند أبونا يسلم عليه وليس أقول هذه الكلام لكي تسألوني من أحكى هذا لا أقول لكي نرى أشخاص مثل هذا ويأتي ونسأل أبونا أبونا لماذا يحدث هذا يحدث الآن سأجاوبكم نرى عندك يعقوب الغيور يعقوب كان غيور يهودا كان غيور ولكن يهودا كان فكره أرضي الغيور الثاني الذي كان موجود ضمن الرسل تاب فيما بعد وقدر يضع الغير تابعته ضمن طاعة المسيح يعني أنا أوقاتي كثير بحياتي أريد أعمل كثير أشياء فلما أأتي أتقدم وأأتي أعمل أشياء أرى أشياء كثير تصدمني بالحياة يهودا خسر حياته انتحر قال أنا أنا لا تصبت معي شيء وأنا خسرت المسيح وسلم الدم بريء فقام رح انتحر لا أعدل شيء الغيور الثاني الذي كان بين التلاميذ غير قال هذا ما بمشي المسيح علمني الروح القدس ليس هناك لذلك كثيرا نحن بطباعنا أحبائي عندما نكون غيورين نزعل فورا نبعد رأيوا في تربية أولادنا ترى نوعين من التربية أولاد ولكن يصبحوا تيناجر في سن المراهقة ترى محملين التليفون أو منزويين في غرفتهم كل الوقت هذه طبيعة مختلفة عن أولاد ثاني يمكن أن يكون لديه بروتاست ربيل يريد أن يفعل كل شيء العكس أهله يقولون له هذا يؤثر من طريقة تصرف الأهل مع أولادهم بالفترة بين عمر 17 سنين إلى 11 سنين الأهل عندما يضغطوا على أولاد ما يحدث فيهم لا يقولون أي شيء لأولادهم يبقون مثل سفنجة يشربون ولكن لدينا طبيعتين طبيعة عندما تصبح التيناجر ستصبح يصبح يربل يعارض كل أمر آخر ويصبح يبعد عن أهله يعمل ماذا لا يريده والطبيعة الثانية أنه ينزوي لا يبقى تكسر ما بقى يقدر يعمل شيء بحياته نفس الشيء بطبيعتنا نفس الشيء بالرسل نفس الشيء بالقدسين كان في طبيعة مختلفة عن أخرى بطرس الرسول كان خويف كان يخاف صار شيء سألوه يتهرب بالكذب فلان منهم كان يقتل الثاني كان يغار الثاني كان يزعل ولكن من شوف أن الطاعة تبعتهم بعد ما تعمدوا ونالوا الروح القدس تغيروا بحياتهم ما بقى الطبيعتهم اللي أخذوها من أبوهم آدم الأول أخذوا طبيعة المسيح البسنا المسيح نحن اليوم كنا لبسين المسيح قديش درجة طاعتنا للمسيح اليوم هل طبيعتنا والتصرفات والمواقف اللي بتصير حوالينا هي اللي بتخلينا نتصرف ونقرر ونحكم أما منرجع لكلمة الله اللي هي دائما منقرأها وموجودة معنا ولكن ننسى نتأمل فيها ونفكر فيها اليوم إذا كان حدا فينا يحاول أن يطيع الله يحسب له إياها حتى لو فشل أن يطيع ولكن على الأليلة حاول اليوم أحبائي إن كان هناك حدا في حياته كاس صعب يحمله يتذكر السيد المسيح يا أباتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكاس أنا ضعيف لا تسمح لطبيعتي الضعيفة هي تسيطر على الموقف اجعلني يا رب أستمع لإلك لأنه يقول بواحد صمويل هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش ما يقصد؟ يعني لا نقدم ذبيحة على الهيكل لأنه يجب أن نسمع؟ لا يقصد أن يقدم الذبيحة بأصول اسمع كلمة الله اتأمل بكلمة الله وعندما تأتي تقدم ذبيحة بالكنيسة طبيعتك لا تكون ضد كلمة الله مثل ما شرحنا الأحد الماضي لا يسمعه يسمعه ولكن لا يفهمه يشوفه ولكن لا يستطيع أن يفهم ما يحدث حواليهم لا يوجد فهم لكلمة الله لأن الطبيعة تكون عايشة بمكان ثاني نحن عندما نعمل بأي شيء حديد ميكانيك شحمة فقط تجرب وتمسك وتوسخ الأيدين أوقات قد تخسل لا تخرج بنفس الوقت حتى الصبغ الألوان نفس الشيء الطبيعة لا يمكنني أن أكون بوحل بالعالم أسب أتكلم كلام غلط أتكلم على الناس أدين وبعدين أرجي يوم الأحد أتناول عادي وأنضف لا يزبط طبيعتنا تضل بين تنين لكي نرى أمراض كثيرة لكي نرى أوجاع كثيرة مثل ما يقول مربولوس نتناول وبدون أن ندرك ما نأخذ فبدال دواء يصبح لدينا ضعف يصبح لتعب اليوم أحبائي إذا طعنا المسيح سيد المسيح وعدنا اللبس الأكل الشرب كله يؤمن لنا قال لي فقط فكروا في الملكوت دعوا طبيعتكم طبيعة سماوية مثل يحن رغم أنه كان عايش بالأرض لكن كان فكره سماوي اليوم إذا طعنا يجعلنا أصدقاء مثل إبراهيم الله لا يريد مشهورة بشر يعرف كل شيء لكن رأى عند إبراهيم قالوا يا إبراهيم ما رأيك ما نعمل في الموقف إبراهيم بدأ يشير على ربنا اعمل ليك وما تعمل لي شيء والله سمع له اليوم أحبائي الله يريدنا أصدقاء الله يريدنا قريبين منه الله يريد طاعتنا له لأنه لما نسمع الله ونعمل يكون كحكماء مثل واحد بنى بيته على الصخر ولما يبني بيته على الصخر لو إيش ما ييجي بالحياة بيته بيظله ثابت أما الإنسان الذي لا يطيع كأنه بيعمل عمل ويروح بالهوى لا بركة سماوية وبيظله عايش بأي شيء بالأرض اليوم أحبائي بيقولنا الكتاب المقدس كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة أطلب من ربنا يسوع المسيح نعمة المعمودية لناها قوة القربان المقدس اللي عمنا له ما إبليس يجعله يكون قوة ضدنا تكون قوة داخلية تكون نحن نأخذ مننا أمراض أو متاعب إنما نأخذ مننا حياة أبدية أطلب من ربنا يسوع المسيح يجعل طبيعتنا حتى لو نحن بالعالم تكون طبيعة متحدة فيه فكر سماوي المسيح هو فقط بين عيوننا نفكر في الملكوت والله أمين ما بينسى ولا واحد لا فلس ولا بمأكل ولا بمشرب الله دائما يبيسترنا انتبهوا أحبايا على الكلام انتبهوا على تصرفاتنا انتبهوا على أفكارنا لأن الذي لا يطيع حتى طاعت الكنيسة حتى لو أريد أن أفعل شيء أنا لا يكون مطيع للكنيسة والكنيسة قالت هذا الشيء لا يمشي وما نطيع نحن نأخذ عدم بركة نأخذ حتى لو بدون فهم نأخذ لعنة لا نأخذ راحة لذلك الله أعطانا الكنيسة جوهرة سماها الملكوت سماها جوهرة لأحد الماضي شرحنا الجوهرة إذا حطناها بالعتمة بغرفة لا نستطيع أن نرى لا يوجد إلى قيمة لذلك جوهرتنا لجواتنا لأعطاناها بالطبيعة يجب أن نظهرها للمسيح وقط نظهرها بالنور دائماً تعكس نور والناس كلها تقول واو ما هي الحياة المسيحية التي يعيشها فلان وقتاً نستطيع أن نقول هذا ليس لشوف نستطيع أن نقول أن هذا تمجيد لكلمة الله الله يجعلنا من أولاد اليمين يجعلنا من نصيب الصالحين في ملكوته السماوي يعطينا إكليل الحياة ويسمح لنا بقوة روحه أنه يكون لنا روح أمينة تقدر تخدمه بالحياة يتمجد اسمه كل واحد فينا والله دائماً يستخدمكم وكل مجد ويقار لإله ويليق الآن وكل أوان دهر الدهرين آمين ترجمة نانسي قنقر